الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم اليوم إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أدد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بإغاء مرضا في الله والله روف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقبي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب للحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم نستهم البأسان والضران وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله أكبر سلع الله لمن حميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين كتب عليكم القتال وهو تره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخم والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم فتفكرون الله أكبر سنع الله لمن حبيده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إياك نعبد وإياك نستعين إهدئ صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المحسن من المصلح ولو شاء الله لأعبتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأنتم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنفحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يبعون إلى النار والله يبعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحير قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب الثوابين ويحب المتطهرين نسابكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم مناقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تذروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تفكروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا نقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جلاء عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء معليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حوليه كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدكم بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا دناح عليهما وإن أردتم أن تستربعوا أولادكم فلا دناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الله أكبر سمع الله لمن حمينه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر سبحان الحمان الممام سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموتوف بالغفران مرحبا مرحبا يا أشهر مرحبا مرحبا يا أشهر التراريح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمته وعرسته مغفرة وآخر وعدكم من الميران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة وأعوذ بك من الله اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين والذين يترفون منكم ويذلون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعنوهن سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعنوهن سرا إلا أن تكونوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجنه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله رفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومدعوهن على الموسع قدمه وعلى المقتن قدمه متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيليه عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للدقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلمات والصلاة النسطى وقوموا لله قامتين حافظوا على الصلمات والصلاة النسطى وقوموا لله قامتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين خرجوا من دياله وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يغلق الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبر ويبسط وإليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليهم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لهم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزادهم بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون إن تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتنيكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعنه فإنه مني إلا من اغدر فبرثة تنبيه فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجار توجوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كسيرة بإذن الله والله بصير بالعباد ولما برزوا لجاروت وجوده قالوا ربنا أفرر علينا صبرا وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقتل دامود جاروت وآتاهم الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بنوحي القدس ولو شاء الله مقتتنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذنب يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيبون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسينه السماوات والأرض ولا يقوله حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين روشت من الغي فمن يكفر بالطارود ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقالا في صام لها والله سميع عليم سميع الله لمن حبيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله ولي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الضاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها طالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي والميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قارية على عوشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشعابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس انظر إلى العظام كيف منشثها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله سبحانه سبحان الحنى المنى سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والمنصوف بالغفران مرحبا 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 يا شهر الشريف وبطال مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وقتل القرآن الكريم هذا شهر أوله رحمة وأوسكه مغفرة وأخيره وعتهم من الميران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوث الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغموب عليهم ولا الضالين وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحق الموتى قال أولن تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطين فاصرن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون موالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتمعون ما أنفقوا منا ولا أذنهم مجمهم عند ربهم ولا غوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين ينفق ماله لآاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمن كفر فمتعه قليلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين ينفق ماله لآاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه واب فتركه صدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثنيتا من أنفسهم كمثل جنة بربعة أصابها وابن فاتت أكت لها بعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله أعلم بما يصبون أيرد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه القبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نام فاحترطت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمبوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يبتل حكمة من يشاء ومن يقتل حكمة فقد موتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب الله أكبر سمع الله لمن حميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تضدوا الصدقات فلعماه وإن تخفوها وتؤترها الفقراء فهو خير لكم وينكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون بصير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون وما تنفقون ضربا في الأرض أحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمان وما يسألون الناس إن حافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرهم وعلى نية فلهم أجرهم عند ربهم ولا قرث عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتغبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سنف وأمه إلى الله ومن عاد فالله كأصحاب النار هم فيها خالدون يمحط الله الربا ويرمي الصدقات والله لا يحب كل كفال أزيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذر ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورصوني وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تفلمون وإن كانتوا عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وادقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن للذي عليه الحق وليتق الله ربا ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها موضعي فأنه لا يستطيع وليمن له وفليمن الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجوا وامرأتان من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما لعوه ولا تسألوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فصوب بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن كنتم على سفن ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوطة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آخر قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فمن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما هنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أن تمرنا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناهم إنجيل فيه مدى ودور نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقا فمن شهد منكم الشهر فليصف ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام مقر من قبل هدى للناس وأنزل فرقا إن الذين كفروا بآيات الله لهم عدال شريد والله عزيز من توقا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصرركم في أرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب ومتشابهان فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الحكمة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسحون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الله أولا الباب ربنا لا تضي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدونك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا عيب فيه إن الله لا يخرجني إعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك من وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا من قبلهم كذبوا بآياتنا ذا عزم الله بدوم والله شهيب عقاب كل الذين كفروا ستغلمون وتحشرون إلى جهنم بس المهاد قد كان لكم آية في فئة سقطا فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم من ليه وعي العين والله أين من أصره من يشاء إن في ذلك العيرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات للنساء والبنين والقناقين المقنطرة من الذهب والسطة والخير المسومة والأنعام والحرص ذلك متاع حياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبئكم لخير من ذلك من الذين اتقوا عند ربي جنات متجري من تحتها الأنهار جنات متجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغهر لنا جوبنا وقل عذابنا الصابقين والصابقين والقانقين والموفقين والمستغفنين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والمعين طالما من قصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عرض الله الإسلامي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه نعيد بغيان بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجتك فقل أسلمت وجه لله ومن اتبعا وقل لله يغوت الكتاب والأم من أسلمكم فإن أسلموا فقد اهتدوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقا وهو السميع العليم إن الذين يكرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون الذين يحمرون بالقصة للناس ففشلهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصلين الله أكبر سمع المار لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي ألم تر إلى الذين هم تنصيبا من الكتاب لعود إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريقهم منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تبثنا النار إلا أياما معدودات وقرروا في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤدي منك من تشاء وتنزع منك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك القيش إنك على كل شيء قريش تورج الليل في النار وتورج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتغذي المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصيج وإن تخفوا ما في صدوركم كن إن تخفوا ما في صدوركم وفضوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء توضلوا أن بينها وبينه ومدى بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوخه من عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذركم الله ويغفر لكذوبكم الله وفضوه رحيم قل أطيعوا الله الرسول فإن تولى فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله الرسول قل أطيعوا أن تولى فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين زرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت الرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع عليم ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك عادنا مناسكا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أموثى والله أعلم بما وضعت وليس أتكر كالأموثى وإني سميتها مريم وإني أعينها بك من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بطبور حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكديا كلما دخل عليها زكديا محراب وجد عيرتها رزقا قال يا برئة ومن لك هذا قالت ومن عياد الله إن الله يعزق من يشار بغير حساب الله أكبر سمع الله من الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم وإن المرضو بعين والضالي هناك تعا زكريا ربه قال رب هبي من لدنك ذرينا طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله بشرك بيحيها مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أن لا يكون لي ظلامه وقد بلغني الكبر والرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي جعل لي آية قال آية كلا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح لي عشيه ونبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استطاك وطهرت واصطاك على نساء العالمين يا مريم كنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيو يحيه إليك وما كنت لديهم لذي نكون أقلاله من يكحو مريم وما كنت لديهم لذي يختصمون إن قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيث بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة 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 الله الله اكبر اشتركوا في القناة 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 ها أنتم هؤلاء حاجتتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس من إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين ود الطائفة من أهل الكتاب لن يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أوزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لما تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي أتاحد مثل ما أوتيتم أو حاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بذين طاري يؤده إليك منهم من إن تأمنه بذينا له إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الجذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أمين وإن منهم لفريقا يلون أنسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الجذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤديه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلقون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخلوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك الإصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل آمنا بالله وما أوزل علينا وما أوزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له المسلمون ومن يبدغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يوضرون إلا الذين داموا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم اذدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولم افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين الله أكبر سمع الله من حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا للمشاهدة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الحنى الممى سبحان الملك الديى المعروف بالإحسان والمرسوف بالغفران مرحبا يا شهر رمضان مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وخطم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأرسطه مغفرة وآخره عطف من النيرا لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من المنا لرحمتك يا أرحمة الرحيم آمين آمين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة